ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟ يحرم ترك الوفاء بالنذر والنذر هو الالتزام بفعل طاعة غير واجبة كأن يقول لله علي أو نذرا علي أن أتصدق بمبلغ كذا وشرط النذر الذي يجب الوفاء به أن يكون المنذور قربة غير واجبة أي ما يتقرب به إلى الله كصيام أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكر فلا يصح نذر القربة الواجبة كصيام رمضان ولا نذر ترك المعصية كشرب الخمر ومن نذر أن يذبح خروفا ليتصدق به يذبح خروفا عمره سنة أو أسقط مقدم أسنانه وليس للنذر أن يأكل من نذره الذي نذره ولا أن يطعم أولاده الأطفال منه فلا يطعم إلا الفقراء الذين ليس لهم عليه نفقة وليسوا منسوبين للرسول صلى الله عليه وسلم والنذر أنواع نذر معلق وهو نذر قربة يتقرب بها إلى الله عند حدوث نعمة أو زوال نقمة أي بلية كأن يقول إن شف الله مريضي فعلي صيام ثلاثة أيام ونذر غير معلق بحصول شيء وهو الذي لا يكون الوفاء به معلقا على حصول نعمة أو زوال نقمة كالذي يقول نذرا علي أن أصوم يوم غد أو أن أتصدق بكذا فالوفاء به واجب أما النذر الذي مدح الله الوفاء به فهو النذر الذي يكون تقربا إلى الله من غير تعليق بشيء